بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعب فإن المنهج الذي ارتضاه الله للناس هو خير المناهج الشريعة الإسلامية التي تتسم بالتيسير واليسر والمرونة والسماحة وكما يقول علماؤنا الأجلاء إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد أي الشريعة تعود في النهاية بالخير على الناس تسعى في مصالح الناس وفي قضاء حوائج الناس الشريعة لا تتعارض مع مصالح الناس إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فكل حكم خرج عن المصلحة إلى المفسدة ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن العدل إلى الجور ليس من الشريعة ولو أدخل فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده وظله في أرضه وحكمته الدال على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونقف عند هذا الحديث إن الدين يسر هذه طبيعة الشريعة إن الدين يسر وإذا أراد أحد أن يفوق الدين وأن يجتهد وأن يكون متشددا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاقبل الرخصة من الله واقبل التيسير من الله سبحانه وتعالى ولذلك هناك عبارة يقولون اللهم يسر ولا تعسر هذا خطأ الله لا يعسر اللهم يسر وأعن هذا هو الصواب لا تقل هذه العبارة اللهم يسر ولا تعسر لماذا؟ لأن الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا قلت اللهم يسر وأعن اللهم قوني وأعطيني القوة والمدد منك يا رب العالمين الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة والسماح ولذلك لا تتعجب أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا على المتشددين دعا عليهم لأنهم يضيقوا على الناس قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها سلاس مرات أي المتشددون المتنطعون هم المتشددون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بنور الشر ويبين عن الحق سبحانه وتعالى هذه الشريعة جاءت لرعاية مصالح الناس عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقام أحد الصحابة وكان جنبا وكان في رأسه جرح أراد أن يغتسل ولكنه قال لو اغتسلت ربما نزل الماء من الجرح إلى الدماغ فأشار على بعض الناس هل لأن أتيمم قالوا لا هل من رخصة قالوا لا فاغتسل فمات انظروا إلى خطر الفتوى انظروا إلى خطر هذه الفتوى التي تصدر من بعض الناس أو من بعض العلماء لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غطب وقال قتلوه قتلوه بفتواهم قتلهم الله دعا عليهم وبالمناسبة دعاء رسول الله من قبيل الرحمة حتى الدعاء على الناس من رسول الله هو من باب الرحمة قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي أي الجهل السؤال أن يسأل وأن يتعلم فالشريعة الإسلامية تتسم بالسماحة تتسم بالمرونة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى واقع الناس راعى الواقع الثقافي للناس وراعى الواقع النفسي للناس وراعى الواقع الاجتماعي للناس وراعى البعد السياسي للدول فأما الواقع السقافي عندما جاء أعربي إلى المسجد فقضى حاجته تركه رسول الله حتى ينتهي من قضاء حاجته وقال أريقوا عليه سجلا من ماء ثم دعا الأعرابي قال أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذه الأفعال إنما المساجد للصلاة والعبادة ولذكر الله وفهمه وعرفه بلطف حتى إن ذلك الأعرابي دعا على الصحابة وقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا رحمة الله واسعة ورحمته وسعت كل شيء وأنت حصرتها فيك وفي لقد ضيقت واسعا وفهمه وعرفه وراعى أنه أعرابي هذه ثقافته نسأل الله سبحانه أن يوفقنا ليسر الشريعة ولسماحة الشريعة الإسلامية وأن يرزقنا الصواب وأن يفقهنا في الدين فإنه كما قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله لي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته